اشتركوا في القناة من غايات نبيلة واهداف تنموية تضعها الحكومة على رأس اولويات برامجها ونبراسا للعمل لكافة اعضاء فريق البحرين الواحد الهادف الى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن لتلبية تطلعات جلالة العهل المفدة اياده الله نحو المزيد من الازدهار والتقدم التنموي والتطور الايجابي للنهضة الوطنية منوها المجلس بان وضع التوجهات الملكية السامية موضع التنفيذ سيسهم في تعزيز ربط المسيرة التنموية ومواصلة مسيرة التقدم والتحديث وحص نتائجها وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدة ثم رحب مجلس الوزراء بالقرار الصادر من مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى أولياء العهود بالبلدين الشقيقين حيث أشاد مجلس الوزراء بهذه الخطوة التي تجسد حرص القيادتين والبلدين الشقيقين على تنامي العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتكامل على كافة الأصعدة لتحقيق تطلعات شعبيهما المشتركة بعدها أعرب مجلس الوزراء عن بالغ تمنياته لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تسكيته وليا للعاد من قبل صاحب السمو الشيخ نوافل جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة متمنيا المجلس لسمو العهد دولة الكويت الشقيقة التوفيق في خدمة وطنه وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الكويتي الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير دولة الكويت بعد ذلك عبر مجلس الوزراء عن تمنياته بالالتزام بقلال وقف إطلاق النار بين جمهورية أدريبيجان وجمهورية أرمينيا في قلم ناكورا كارباخ ولل التوصل إلى حل سياسي لحل النزاع بينهما بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم في البلدين بعدها أصدر صاحب السمو الملكي وليلعاد نائب القائد العالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء توجيهاته إلى الوزارة والجهات الحكومية بالإسراع في الردود على الأسئلة والطلبات الواردة من لجان مجلسي الشورى والنواب وذلك حرصا على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأقد أدل سعادة الدكتور ياسر بنيس الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا اطلع مجلس الوزراء على نتائج أداء الجهات الحكومية في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى سبتمبر 2020 في ضوء المذكر المرفوع بهذا الخصوص من اللجنة التنسيقية والتي عكست مستوى تقديم الخدمة الحكومية في الجهات المنضمة لنظام تواصل البالغ عددها 41 جهة حتى الآن وذلك بناء على قياس مدى فعالية التواصل مع المستفدين وحل الشكاوى ضمن الفترة الزمنية المحددة وصولا لرضى المستفدين وقد حققت 20 جهة حكومية أفضل أداء في النظام بناء على التزامها بالرد ضمن اتفاق مستوى الخدمة منها 13 جهة تم تكريمها في العام 2019 وسيتم تكريمهم هذا العام للمرة الثانية على التوالي في حين أن سبع جهات سيتم تكريمها لأول مرة حيث سيتم تكريم الجهات الحكومية العشرين ذات أفضل أداء بهدف تحفيزها وحثها على الاستمرار في تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة وتجع كافة الجهات الحكومية على تقديم خدمات أفضل بجودة أعلى لما له من دور رئيسي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للموطنين والمقيمين على حد سوى سعيا لتحقيق أعلى معدلات الرضا وقد حث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة الجهات الحكومية لشكاوى الموطنين والعمل على حلها بسرعة وجودة عالية لتحقيق رضا المتعاملين مع هذه الجهات الحكومية كما وجه سموه إلى إدخال المزيد من المبادلات التي تطور من نظام تواصل بشكل يتيح تقييم جودة الرد وسرعته والتوسع في التعامل مع الاقتراحات المقدمة من المتعاملين ثانيا اعتمد مجلس الوزراء بيانات تعداد سكان 2020 في مملكة البحرين والتي عرضها معالي وزير الداخلية وأظهرت أن عدد سكان المملكة في ليلة الإسناد الزمني للتعداد التي توافق السابع عشر من مارس 2020 مليون وخمسمية واحد وستمائة وخمسة وثلاثين ألف نسمة يشكل البحرينيون منهم مجموعه 712.662 ألف نسمة بنسبة 47.4% بينما بلغ عدد غير البحرينيين 789.273 ألف نسمة بنسبة 52.6% ثالثا وفق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات وعلى مشروع القرار باعتمادها وتحدد الخطة الوطنية للاتصالات استراتيجية الحكومة وسياساتها العامة بشأن قطاع الاتصالات خلال السنوات الثلاث المقبلة ومن أهم ما تهدف إليه الخطة هو استكمال تطوير الشبكة الوطنية للنطاق العريض بحيث تمتد تغطيتها لجميع المساكن والمؤسسات بأسعار عادلة ومعقولة وتحقيق المساواة الكاملة بشأن تقديم الخدمات وتعزيز دور شركة بينات في تطوير البنية التحتية الوطنية للألياف البصرية كما تهدف الخطة إلى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات المتنقلة والطيف الترددي والجيل الخامس وتوفير الربط الدولي من وإلى البحرين وذلك بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي في المملكة رابعا وافق مجلس الوزراء على إعادة تسمية أربعة مناطق صناعية من أصل سبعة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك بعد دمج بعضها ومنها إعادة تسمية منطقة شمال سترة الصناعية إلى منطقة سترة الصناعية وإعادة تسمية منطقة شمال المصفى الصناعية بعد ضم منطقة شمال المصفى الصناعية إلى منطقة المعامير الصناعية والثالثة إعادة تسمية منطقة جنوب ألباء الصناعية ليصبح اسمها منطقة المزرع والرابعة إعادة تسمية منطقة دوار سترة الصناعية ليصبح اسمها الجديد منطقة الحاسي الصناعية في حين تبقى المناطق الصناعية الثلاث الأخرى التابعة للوزارة على نفس مسمياتها وهي مدينة سلمان الصناعية ومنطقة ميناء سلمان الصناعية ومنطقة حفير الصناعية وذلك في ضوء المذكر المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة خامسا استعرض مجلس الوزراء النتائج الجيدة التي حققتها هيئة الكهرباء والماء فيما يختص بأداء وكفاءة قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والماء خلال فصل صيف 2020 والذي كان استثنائيا بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال المذكر المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء والتي تناولت أيضا الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها الهيئة لترشيد استخدام الكهرباء والماء وخططها في هذا المجال بما اتخذته من خطوات احترازية لموجهة الجائحة والسمرارية العمل بالإضافة إلى مشاريع الكهرباء والماء ومستجداتها والتي تسهم في زيادة اعتمادية الشبكة ورفع الطاقة الاستعابية وضمان رفض المشاريع التنموية بالطاقة وتكفل تأمين الاحتياجات للمشاريع التنموية المستقبلية في مملكة البحرين علاوة على تطوير وزيادة الخدمات الإلكترونية حيث أثنى المجلس على الجهود التطويرية لهيئة الكهرباء والماء في قطاعات الانتاج والتوزيع والنقل والتي أسهمت في تلبية الاحتياجات المتلامية من الكهرباء والماء وخفض معدلات قطاع الكهرباء والماء إلى حدود منخفضة سادسا نوافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناقوايا بشأن الحصول على المواد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة على استخدامها والملحق باتفاقية التنوع البايلوجي يهدف البروتوكول إلى تنظيم عملية الحصول على الموارد الجينية المتعلقة بالتنوع البايلوجي النباتي والحيواني بين الجهة المقدمة لهذه الموارد والجهة التي تقوم بالحصول على هذه الموارد لاستخدامها سابعا وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية مينماتا بشأن الزئبق وتهدف الاتفاقية إلى حماية الصحة الإنسان وبئاته من الانبعاثات البشرية ومن انطلاقات الزئبق ومركباته وتضع ضوابط على استخداماته والمبادرات لخفضه في عدة تطبيقات ثامنا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدمة من مجلس النواب بشأن تكثيف حملات التفتيش الطبية والوقائية تجاه العمال لتحققه فعلا من خلال الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الخصوص تاسعا بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وتتعلق تلك الرغبات بالدعاوة الجنائية في وسائل التواصل الاجتماعي وبالرسوم المقررة على أولياء أمور الطلاب والمعاقين في المراكز التأهيلية الخاصة والتي توقفت بسبب الجائحة والأطباء العاملين بعقود مؤقتة والممرضين والممرضات الباحثين عن عمل وفي بند التقارير الوزارية أخذ المجلس علما بنتائج الاجتماع السادس للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال التقارير المرفوع من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية